وبعد يسعد مساكي انت يا باشي انت يا هاني يلي بتسمعوني حالاً دلوقتي هو في كده طب احضرونا والنبي يا خويا الناس يحصل منها واحد واثنين وثلاثة وفي الاخر يقولك ما حصلش حاجة ما حصلش حاجة لا ده حاصل وحاصل 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 ما حصلش حاجة ولو في حاجة بكرة أحلى كتير بقدر نغير لسه بكر الدنيا لسه خير اهرب من عيني اروح على فين متسكلتنا الحلوة في كل مكان ايوه يا جماعة انا غيرت الاغنية خلاص كده بقت اوقع واحنا ماشيين في الشارع متوسيكل ييجي من على يمينك ومتوسيكل ييجي من على شمالك ومتوسيكل يعدي عليك من فوق وبين كل الاتجاهات والجدع اللي يعرف يصد وياخد غرز ويوسع لده ويعدي لده دي قصة قصيرة حزينة لكتير مننا بنتعرض ليها يوميا فيه طبعا سوئين موتوسيكل ملتزمين وزي الفل وفيه البعض التاني اللي يخليك تشد في شعرك هو مش بيتعامل انه راكب موتوسيكل لا هو راكب بوساط الريح البوساط السحري ويطير بيه في اي مكان وعلى حضرتك انك تتوقع هو هيطير في اي اتجاه يعني مثلا الطريق يبقى فاضي وفجأة بقدرة قادر تلاقي عشر متوسيكلات محوطينك من كل اتجاه وكلهم عايزين يعدوا في نفس ذات اللحظة وما يدوش كالاكس في الاول كالاكس ولا موتوسيكل فيه كالاكس لا 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 عشان عنصر المفاجأة ما يتحرقش طبعا وحضرتك تتفاجئ بس اول ما يظهروا الجدع اللي يشيل ايد واحد فيهم من على الكالاكس تن 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 طيب اروح فين ولا جي منين يا جماعة ابدا مفيش هو ينعيش عيشة فل ينموت احنا الكل ده نوع من انواع في بقى سواء الموتوسيكل اللي لا يمكن يلتزم بحرطه ما تغمضلوش عين غل لما يجيب السكة من شرقها الغربها ويعملك هرزة امريكاني تبهرك فانت يعاني بتفضل مبلم وامتنح من كتر الانبهار والصدمة نيجي بقى للناس الموظفين الحلوين اللي بيرجعوا من شفتات بالليل اه اصل ساعات الموضوع ده بيبقى فيه شفتات كمان تبقى مروح في امان الله لا بيك ولا عليك تلاقي زفة موتسيكلات قدامك هم قرروا يعملوا سباق وحفلة في وسط الشارع مش مهم بقى العربيات اللي وراهم وتلاقي منهم اللي بيطلع بعجلة الموتسيكل الفوق كأنه حصان ولو تقلب لقدر الله قدامك يلبسك انت المصيبة ضربني بعينه في ايدي يا باشا وفيه بقى اللي بيقرر يطلع فوق الرصيف تبقى انت مش مدي اخوانا وفاكر ان اللي جنبك ده رصيف عادي فاجأة تلاقي الموتسيكل بيقطع الرصيف بالعرض اما بعد سوائين الديليفر اللي بتعاملوا على انهم بيطيروا ومش بيسوقوا انا مقدرة حضرتك انك عايز توصل الاكل سخن والله بس يرضيك الناس تاكل والواحد يروح فيها وادي نموذك بنقابله كل يوم ايه يا رئيس اروح فين مش شايف حضرتك الطريق واقف ازاي مفيش مكان للموتسيكل عشان يعدي وعمل تكالكس تكالكس وتاخد غرز عامل ايه يعني اتصرف يا بي اتصرف يا با انا عايز اعدي وبعدين ما حصلش حاجة الكل ده الموتسيكل يمكنش مانك حتى يعني لا حصل لما ميت موتسيكل يجوا من جنب اليمين والشمال وعايزين يعدوا والطريق واقف اصلا يبقى انا اعمل ايه حضرتك؟ انا انت فوق العربيات؟ يعني انت اللي غلطاء وبتتكلم كمان عزيزي سائق الموتسيكل تعالى نعمل مع بعض كده قعدة عرب ونتفاهم لما تحب تعدي ادي كالكس قبله بلاش حبك للمفاجآت ده ولما تدي كالكس بشويش خبط بالعقل مش لازم الواحد يعني يجيله سرع وجرب تمشي في حارتك على جنب هتلاقي الدنيا بقت جميلة وسلكة والله ربنا يسلكها في وشك دايما وبلاش غرز والطريق واقف ممكن فنوس عربية يطير ممكن مراية تروح كده ولا كده لقدر الله اه وطلب تاني والنبي معلش انا عارفة ان اني تقلت عليك شوية جرب تمشي زي الناس من غير ما تمشي عكسي مش هتخسر حاجة والله الغريبة ان الاسات زي دول شايفين ان هما الصح وان انت اللي كائن فضائي ونتكلمت ولا اعتردت ولا قلت اه يا عيني والله يا ليلي يقولك محصلش حاجة محصلش حاجة ويقوم شوح لك كمان كده بايده قال يعني مش هامه لا يا باشا ده حصل وحصل 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 اشتركوا في القناة